برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح تم وضع حجر أساس جسر جبجنين في البقاع الغربي بحضور وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس ونواب المنطقة ونواب سابقين الجراح أشار إلى أن من ينتمي لمدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يكون هدفه سوى خطبة الناس لافتا إلى أن الرئيس سعد الحريري لاهتماما لموضوع الليطاني وبشكل يومي الرئيس سعد الحريري يتابع بشكل يومي موضوع محطة تكرير قبل ياس والزملاء النواب الحاليين والسابقين نتابع موضوع محطة جبجنين وتوسعة محطة جبجنين وتأهيلها لكي تصبح المياه صالحة للزراعة وقد عقدنا اجتماعين حتى الآن مع مصلحة مياه الليطاني مصلحة مياه البقاع لإيجاد حلول لهذه الماضلة بدوره فنيانوس أشار إلى أن وزارته تولي كل المناطق العناية والاهتمام تعزيزا لصمود الأهالي في قراهم إننا اليوم في هذه المنطقة العزيزة علينا جميعا نقوم بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر جبجنين هذا الجسر الحلوي الذي كان ملحوظا في قرار مجلس الوزراء رقم 66 في العام 2012 وعملنا وفقا للأصول حيث وعدكم ومثل المطلب الأساسي لهذه المنطقة فنيانوس أكد الاستمرار بهذا النهج التنموي على مختلف الصعود وفي مختلف المناطق